اشتركوا في القناة اكبر واصغر احنا نريد ناخذ الان كتابة الطهارة كاملة مختصر يعني فالطهارة عندنا طهارة باطل ضدها نسرع في السلام انم المشركون نجس تمام تطهر الباطل قبل طهارة الظاهر وطهارة الظاهر تنقسم الى قسمة حدث اكبر واصغر اكبر اقتسام اصغر وضوء انتهينا الان وهنا الطهارة خبث هنا حدث وهنا خبث خبث يعني اكرمكم الله نجاسة تطهر ماذا تطهر البدن والثوب والبقع المكان تصلي فيه ثلاثة اشياء صحيح نعم سيأتي معنا الاشياء النجسة اذا لابد نعرف ما هي النجاسات حتى نشتري بها نطهر ثلاثة اشياء من النجاسات البدن والثوب والمكان تمام عندنا الطهارة الاصل ان تكون بماذا بالماء وهو الاصل خلاص والفرع تراب تمام الماء على ما يذكر المؤلف نحن نمشي قلنا على قول واحد على ما يذكر المؤلف الماء ينقسم إلى قسمه لا ثالثة لهما شيخ الاسلام يقول هذا رحمه الله طهور نجس فقط ما عندنا طاهر طيب تمام الطهور هو الماء الباقي على خلقته اذا اثرت العبرة ان الماء يتأثر اذا تغير الماء بنجاسة اثرت فيه ينتقل من الطهورية الى نجاسة واشياء ثلاثة اشياء لون والطعم والريح تمام عندنا ماء كثير وهذا في الغالب انه لا يتغير صح اذا نحن نتحرى في الماء القليل ما لا نتحرى في الماء كثير لماذا لانه مظن ان يحمل الخبر يتغير مفهوم اخواننا اما قلتين وما دون القلتين هذه مسألة فيها خلافة روكالان الان احنا عندنا ماء قليل وماء كثير الماء الكثير هذا الغالب انه لا يتغير والماء القليل نتحرى فيه لكن نترك الوسائس طالما انه الماء باقي على خلقة اذا لا اشكال عندنا فيه تمام تمام سيأتي معنا في الطهارة لا بد يأتي معنا مثلا قلنا بابا الانية صح ادام قضاء الحاجة سيأتي معنا الحيظ هذه مسائل كلها تأتي في كتاب في كتاب الطهارة نعيد ماذا أخذنا طيب الطهارة كم قسم طهارة حدث طهارة حدث طهارة باطن وطهارة ظاهر طهارة الظاهر اما طهارة حدث اكبر واسخر او طهارة خبث الخبث النجاسة لا بد من اجتناب النجاسة كل النجاسة تجتنيبها صح او لا ايه نعم اخواننا والله تعرف لو تشرح كتاب الطهارة تشرح كتاب الطهارة الغير المسلمين يسلموا والله من اسباب اسلام كثير من الكفار كتاب الطهارة في مرأة في السويد عجوز اسلمت سألوها لماذا اسلمت قالت انها كانت تعمل في مقسرة ملابس تخسر ملابس اسلمت لانها رأت طهارة ثياب ثياب اهل الاسلام والله طهارة قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الخرارة يعني اداب الاستنجاة والاستجمار نعم تمام اذا طهارة حدث اكبر واسغر وطهارة خبث نجاسة نجاسة لا بد نزيل النجاسة عن ثلاثة اشياء البدن والبقعة والثور تمام وغيره وقلنا الاصل الطهارة تكون بالماء قسم الى قسمين طهور ونجس او بالتراب وهو فرع والفرع يقوم مقام الاصل طيب وقلنا سيأتي معنا اداب قضاء الحاجة مثلا الانية الحيظ صح مثلا سأتي معنا الوضوء الاقتسال التيمم طبعا سأتي هذا كله نذكرنا حدث اكبر حدث اصر صح حدث اكبر يرتفع بالاقتسال وحدث اصار يرتفع بالوضوء وسيأتي معنا طبعا التيمم نعم بسم الله اذا نبدأ الان بالشرح الان كل هذا فقط اخوان احنا نريد تتصور الابواب التي ترد في كتاب الطهارة لماذا يبدأ الفقهة بالطهارة لماذا يبدأ الفقهة بكتاب الطهارة قلت لكم احنا شك لان شرط من شروط الصلاة وتتقدم على الصلاة ولا تصح الا بطهارة اراد ان تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر لابد من التخلية قبل تحلية الاخ يبغى يفرش المسجد لابد اول شيء ينظف المسجد ينظف هو البعضين يضع السجاد مثلا صح تمام وقلنا انه عادة الفقهة انه يرتب الفقهة على الاشياء اللي تريدها انت انت تريد اول شيء تصلى وتتطهر وشيء طهارة طهار توضى بعدين يصلي نعم لانه قل من شروط الصلاة وتتقدم عليها المؤلف رحمه الله يقول هذا طيب ذكرنا الماء ذكرناه صح طهوره نجس والماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير فاذا تغير الماء بنجاسة اثرت فيه ينتقل وقلنا اذا اختلفنا في ماء هل هو طهوره نجس الاصل ايش الطهار تمام انا اختلفنا فيه هل هو نجس اولا في الاصل الطهار اختلفنا هو حلال وحرام في الاصل حل ايه نعم طيب